اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم اطلوا وراي انا ما بعرف اطلوا صراحة منيح بس انتو حاولوا اقرأوا زي ما بقرأ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم طيب كمان مرة يالله نطلوا مع بعض والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى طيب ايش المفردات والتركيب شوه الضحى الضحى اللي هو وقت ارتفاع الشمس بعد اشراقها يعني اول الصباح سجى بمعنى سكن وهدى ودعك تركك قلى كرهك او ابغضك شو يعني قلى كرهك او ابغضك ننتعرف الى سبب نزول السورة تأخر نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن فقال المشركون ان الله هجر نبيه فنزلت الآيات تكذبهم اكتب الآية الدالة على ان الله سبحانه وتعالى لم يترك نبيه ما ودعك ربك وما قال هذه الآية التي تكتبها ما ودعك ربك وما قال المعاني التي ضمنتها الآيات الكريمة اول شي ربنا اقسم بما شاء من مخلوقاته كالضحى والليل واعتناء الله برسوله ورعايته له ونعيم الآخر الدائم خير من نعيم الدنيا المنقطع واعطى الله رسوله ما يرضيه وتقر به عينه اكتب معاني الآيات الكريمة وَلَسَوْفَ يُعْضِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَهُ اللي هي ان ربنا اعطى الرسول ما يرضيه وتقر به عينه وللآخرة خير لك من الأولى ان نعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا المنقطع والضحى والليل إذا سجى اللي هي الاقسام بالضحى والليل أستخلص عبر من الآيات الكريمة قسم الله تعالى أقسم الله تعالى بالضحى والليل وعناية الله تعالى بالرسول ونعيم الآخرة دائم يضح انحل التقييم أضع إشارة صح وخطأ يقسم الله تعالى بما يشاء من مخلوقاته صح نعيم الآخرة منقطع ونعيم الدنيا دائم خطأ يتكفل الله بأنبيائه عليهم السلام ولا يتركهم صح أسأبين مناسبة نزول سورة الضحى اتأخر نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن فقال المشركون نرى ابن شمالها جر النبي فنزلت الآيات تكذبهم السؤال الثالث أصل بينك كلمة ومعنى في العمودين الضحى وقت ارتفاع الشمس بعد إشراقها ساجى بمعنى سكن وهدأ قلا بمعنى كرهك أو أبغضك أتلوها يا صورة الضحى غيبان هذلك وتتلوها يا حلوين أنتو وهذا هو الدرس هو درس منيح وديروا بالكم ونشوفكم إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر